اشتركوا في القناة مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين هذا العالم العجيب وهو عالم الجن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم خلق من تراب وخلقت الجن من مارج من نار من طرف اللهب وخلقت الملائكة من نور وهؤلاء الجن يروننا ولا نراهم إنما سموا جنا لاستتارهم أخبرنا الله عنهم أن منهم الصالحون ومنهم الكافرون منهم المؤمنون منهم القاسطون في هذه السورة قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وقد روى عبد الله المسعود رضي الله عنه قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة موضع قرب الطائف فلما سمعوه قالوا أنصته صح 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 كلمة قال للإنصاد صح وكانوا تسعة أحدهم يقال له زوبعة فأنزل الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصته وصحعه الحاكم وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة بين لما بين تعالى في السورة أن في الإنس من آمن وفيهم من كفر بين أن في الجن كذلك فقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن صرفنا أي وجهنا وجعلناهم يميلون إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم جماعة بهم جماعة من الجن أقبلنا بهم نحوك وقرأ صرفنا صرفنا لأنهم كانوا جماعة والنفر دون العشرة يقال لهم نفر وجمعه أنفار والجن كالإنس ثقل من الثقلين فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر وفيهم السني والرافضي فيهم من أهل البذع التي في أهله التي في البشر وبينهم جهاد وحروب وقتال وفيهم دعوة ونذارة فصرف الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر يستمعون القرآن فأسلموا عندما سمعوا هذا الكتاب لما ماذا؟ لما حضروه فلما حضروه أي حضروا عند تلاوته وحضروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنصتوا يعني قال بعضهم لبعض أسكتوا لنسمعه هذا يدل على الحرص وكذلك أمر بعضهم بعضا بالمعروف فلما قضي أي التلاوة قضي التلاوة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين ليس من الجن رسل لا يوجد في الجن رسل كل الرسل من الإنس رجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجال لكن الجن فيهم نذر ودعات ينذرون قومهم فلما قضي القرآن ولوا انصرفوا إلى قومهم رجعوا منذرين أي قائمين بالتخويف والإنذار بما سمعوه يخوفون قومهم عقاب الله لو خالفوا وكفروا لقد تفرق هؤلاء الجن في البلدان قاصدين من وراءهم من قومهم ينذرونهم عن مخالفة القرآن ويحذرونهم من مخالفة أمر الله فالنذارة في الجن من غير نبوة لكن ما في رسول جاء من البشر إلا وهو نذير وإن من أمة إلا خل فيها نذير هؤلاء الآن كفار قريش لما نزل عليهم هذا القرآن وتلاه عليهم نبي صلى الله عليه وسلم في عبرة الآن كأنه يقول له اذكر يا محمد لقومك كفار قريش هؤلاء موبخا لهم على كفرهم أن هناك ناس من الجن ليسوا من البشر لما سمع القرآن أسلموا فكيف بكم أنتم يا أهل اللسان العربي يا من نزل بلسانهم يا من رسول الله منهم وفيهم من قبيلتهم من نسبهم من بلدهم الناس البعيدين الجن البعيدين أسلموا وأنتم عندكم رسول الله في مكة عندكم رسول الله في مكة ولا تسلمون نزل بنغتكم لا تسلمون والجن البعيدين هؤلاء من جن نصيبين نصيبين بلد بعيدة عند تركيا هؤلاء جاءوا وأسلموا وأنتم في مكة في المكان الذي نزل فيه الوحي لا تسلمون وكذلك فإن الجن هؤلاء مكلفون فيهم العصات والطائعون وفيهم صحابة فضلاء فالنفر هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لأنهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به فلو قال واحد هل يوجد من الجن صحابة فنقول نعم في من الجن صحابة أتوا لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه آمنوا به فهم صحابة فضلاء فرأوه عليه الصلاة والسلام واتبعوه قال ذكر بعض أسماء هؤلاء لكن الله أعلم بصحة ذلك شاصر وماصر وحاصر وحسى ومسى وأرقم وأدرس وسليط ومنهم زوبعة فالله أعلم بصحة ذلك كانت الجن تسترق الخبر من السماء لما رجموا فجأة عرفوا أن شيئا ما قد حدث على الأرض لماذا رجموا بالنجوم فجأة ما هذا إلا لشيء حدث في الأرض فذهبوا في الأرض يمينا وشمالا مكلفين من إبليس لينظروا ما هو السبب الذي من أجله فجأة رجموا بالنجوم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف لما يأس من أهل مكة وقام ببطن نخلة يقرأ القرآن ولما انصر فراجعا إلى مكة قام ببطن نخلة اسم موضع يقرأ القرآن فمر به نفر من جن نصيبين الذين بعثهم إبليس ليعرفوا لماذا حرست السماء بالشهر ولما استمعوا وعرفوا أن هذا هو السبب هنا السبب وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس فلابد أن تبلغ الجن رسالته فالله صرف نفر من الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمعوه ويفهموا عنه ويبلغوا قومهم وبذلك تصل الدعوة إلى الجن فهم يثابون ويعاقبون منهم في الجنة قسم وفي النار قسم يأكلون ويشربون ويتناسلون وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه إني أمرت أن أقرأ على الجن ليلة القرآن فأيكم يتبعوني فأطرقوا فتبعه عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود ولم يحضر معه أحد غيره فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون وخط لي خطا وأمرني أن أجلس فيه يعني لا يتعدى هذا الخط وقال لي لا تخرج حتى أعود إليك فانطلق حتى وصل إليهم فافتتح القرآن وغشيته أسوذة كثيرة رأى أشباح حالت بيني وبينه حتى لم أسمع صوته ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين لتفرقون ففرغ النبي منهم صلى الله عليه وسلم مع الفجر فانطلق إلي فقال فقال لي قد نمت فقلت لا والله ولكني هممت أن آتي إليك لخوفي عليك وأخرج البخاري ومسلم من عن مسروق قال سألت ابن مسعود من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن من أخبره أنه يوجد هنا جن يستمعون القرآن قال آذنته بهم الشجرة فمن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أن شجرة أخبرته بأن الجن يستمعون إليه وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن علق مقال قلت لابن مسعود هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد ليلة الجن قال ما صحبه منا أحد ولكننا فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل استطير خطف طار به الجن فقلنا اغتيل استطير ما فعل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم لأن نبيهم مفقود مفقود فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء فأخبرناه سألناه أين هو وماذا حدث قال إنه أتاني داع الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فإذا داع الجن جاء ودع النبي عليه الصلاة والسلام أن يذب إليهم للدرس يذهب إليهم للدرس فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم هذا حديث صحيح رواه مسلم رحمه الله أولئك النفر الجنيون عند رجوعهم إلى قومهم ماذا قالوا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا يطلق الكتاب على بعض أجزائه هم ما سمعوا كل القرآن لكن يطلق على الجزء من الشيء جزء من القرآن قرآن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قيل إنهم ذكروا موسى لأن هؤلاء الجن كانوا يهودا وأنهم أسلموا عليه للنبي صلى الله عليه وسلم ورقب النوفل ورقب النوفل لما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه ماذا سمع من جبريل في الغار قال ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وقيل إن ذكر موسى لأن موسى متفق عليه بين اليهود والنصارى بخلاف عيسى فإن اليهود ينكرونه والتوراة أول كتاب اجتمل على الأحكام والشرائع ولذلك ذكروه والقرآن مجتمل على الأحكام والشرائع أيضا طبعا الإنجيل فيه أحكام لكن أقل من التوراة أكثر الإنجيل مواعف أكثر الإنجيل مواعف وأما التوراة فيها أحكام كثيرة لما سمع الجن هؤلاء القرآن وقد عرفوا من قبل ماذا يوجد في التوراة قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ما معنى بين يديه يعني موافقا لما قبله من التوراة طريق مستقيم في الظاهر فهو ظاهرا وباطنا هو حق هو حق ظاهرا وباطنا فيا قومنا من الجن إنا سمعنا كتابا أنزله الله من بعد توراة موسى يصدق ما قبله من كتب الله التي أنزلها على رسله ويرشد إلى سبيل الحق وإلى ما فيه الله رضا وإلى الطريق الذي لا عوج فيه فإذا آمنوا وأسلموا آمنوا وأسلموا الجن أنواع أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن منهم حيات وكلاب يعني على شكل حيات وكلاب ومنهم يطيرون في الهواء لهم أجنحة يطيرون ومنهم يحلون ويضعنون مثل قبائل البجو يحلون ويضعنون من مكان إلى مكان وهؤلاء الجن مكلفون فقول من قال يوم القيامة يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم غير صحيح حتى المؤمنين منهم يدخلون الجنة هذا هو الصحيح أما قول من قال إنهم يموتون بعد نجاتهم من النار فليس هذا هو الراجح هؤلاء قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله من هو داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله الذي يهدي إلى الحق أجيبوا داعي الله آمنوا به يغفر لكم سبحانه وتعالى من ذنوبكم فما كان من حقه غفره لأن حقوق العباد لا تغفر بمجرد الإيمان بل لا بد من إرضاء أربابها وهذه المسألة تكلم فيها العلماء لو أسلم الكافر ماذا يغفر له هل يغفر له حقوق العباد لو كان مثلا غصب واحد مثلا أو سرق من واحد قالوا لا بد من إعادته وأما ما كان من حق الله أشياء أخطأ فيها في حق الله فتغفر قال ويجركم من عذاب أليم معد للكفار من عذاب النار فصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم وأجيبوا دعوته وهذا يبين أنهم داخلون في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان لأن الله امتن على الثقرين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ألاء ربكم تكذبان معناها الجن الذين خافون الله لهم جنتان لأن هذه منا على الثقرين الجن والإنس جعل محسنهم في الجنة كما جعل كافره في النار وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض أين يهرب من الله وليس لهم من دونه أولياء ينصرون وينقذون من عذاب الله سبحانه وتعالى أولئك في ضلال مبين أي هؤلاء المعرضون في ضلال مبين كانت هذه القصة التي قصها الله علينا في القرآن عن هؤلاء المؤمنين من الجن وفيها عبر وفوائد منها أن على الداعية أن يشكر ربه إذا من الله عليه بسوق الناس إليه الآن على الداعية أن يأتي هو يأتي الناس هو يذهب إلى الناس النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى القبائل يعرض عليهم الإسلام لكن قد يمن الله على الداعية فيأتي بالناس إليه يسوقهم إليه مثل ما حصل هنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يعني الله هو الذي أتى بهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يراه بل شجر التي أخبرته عنهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فمن منة الله على الداعية أن يسوق له المدعوين ليسمعوا كلامه فيجب على الداعية أن يشكر ربه على ذلك اثنين يجب عليه أن يتقن الدعوة لأنه مادام الله أتى لك بالناس يسمعون لك فيجب عليك أن تحسن العطاء ومن ذلك خطيب الجمعة يعني خطيب الجمعة عليه أن يتفطن جيدا فيما يقوله للناس لأن الشارع أتى إليه بالناس نظيفين متطيبين متطهرين مبكرين يجلسون ينصتون الواحد ما يقول الآخر ما يقول له صحي من قال لصحي أنصت فقد لهم فإذا جاء فيا أيها الخطيب إذا أتى الله بالناس إليك متطهرين متنظفين مبكرين منصتين جالسين يسمعون لك فما هي درجة الإتقان التي يجب أن تكون عليها خطبتك هل تلقي أي كلام وهؤلاء حشدوا إليك من قبل الشرع من قبل الشرع حشدوا إليك أم يجب عليك أن تتقن وتحضر وتراجع وتحشد الأدلة والإثناعات كلام المهم وتراعي الأولويات وتأتي بالفوائد وتأتي بالأمور التي تفيد المجموعة هؤلاء الحاضرين هذه من من الله عليك أن أتى بالناس إليك في المسجد ومن فوائد هذه القصة الحرص على مجالس العلم فلما حضروا قالوا أنصتوا وأمن أهم شيء في مجالس علم الإنصات فالجن يعلموننا أدبا في حضور المجالس وشتان بين هذا وبين من يتكلم مع من بجانبه والذي يكلم بالجوال والذي يلهو والذي يسرح فالجن قالوا أنصتوا أنصتوا والإنصات حضور قلب مع السماع حضور قلب ما هو فقط يسمع يسمع بحضور قلب فهو يريد أن يفهم وفيه التواصي بالحق من الدروس والحوائد قالوا أنصتوا يعني قال بعضهم لبعض أمر بعضهم بعضا بالمعروف ومن فوائد القصة أثر القرآن العظيم أثر القرآن هذا القرآن وحده لو واحد دعا به يكفي في الإسلام في الدعوة بعض الناس يقول كلاما من عنده كلام الله أبلغ واحد من الدعاة كان مع مجموعة في باخرة قبل أكثر من خمسين سنة قال وكانت الرحلة طويلة وخطر ببالنا أن نصلي الجمعة طبعا نحن الآن لا نتكلم عن حكم إقامة سؤالة الجمعة في الباخرة هذه قضية أخرى لكن أنا أروي معنى القصة قال فجمعنا المسلمين من الركاب وسمح ربان السفينة قبطان السفينة لبعض العمال المسلمين الذين كانوا يشتغلون على السفينة ويتنتقل من موانع عالمية أن يحضروا الجمعة ففرحوا جدا لأنهم لم يصلوا الجمعة من زمان لأنهم يشتغلون على السفن هذا يشتغلون على السفن لا ينزل للبر إلا نادرا قال وقمت خطيبا فيهم وصليت بهم الجمعة وقد تحلق حولنا أعداد من الركاب من الأجانب من غير المسلمين وبعدما انتهينا جاءت امرأة تسلم علي بحرارة امرأة كبيرة في السن وتهنئني على نجاح القداس وتهنئني على نجاح القداس لأن أقرب شيء يعني هي نظرة أقرب شيء إلى دينها هذا يشهد اجتماع واحد يقوم خطبة دينية خطبة دينية وفيها فقال هذا يمكن قداس فهنأتني على نجاح القداس فقلت لها هذه خطبة الجمعة وليس ليس مثل دين النصارى بي قداس وإنما في خطبة الجمعة قالت ما هذا الذي كنت تقرأه أثناء الخطبة قال فأخبرتها عن مغزى الخطبة والكلام الذي كنت أقوله قالت كلا ليس عن هذا أسألك أسألك عن أشياء كنت تقرأها أثناء الخطبة هي لا تعرف العربية أطلاقا قالت هو شيء يختلف عن بقية الكلام مختلف فيه فخرات معينة مختلفة عما قبله وعما بعده ما هذا قال ففكرت فلم أجد إلا أنها تقصد الآيات التي كنت أستشهد بها أثناء الخطبة فأخبرتها بأن هذا كلام الله وقرأت بعضها عليه فبكت وحددنا بعض الدعاة الذين ذهبوا إلى أفريقيا في قوم من المسلمين لا يعرفون العربية إطلاقا لكن كانوا إذا سمعوا الآيات في الخطبة يبكون من بين كل الكلام الآخر يعني القرآن له تأثير على النفوس كبير أصلاً الكفار في أحد المناسبات سجد كفار كما جاء في البخاري من عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا قال فسجده النبي عليه الصلاة والسلام وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس كل اللي كانوا حاضرين سجدوا وهذا من أثر الكفار لأن الكافر اندمجوا مع الآيات فلما جاء موضع السجود فاسجدوا ما تمالكوا سجد من سلطان القرآن عليهم أصلاً الكفار خرج منهم ثلاثة في الليل ليسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ من عذوبة القرآن يعني كفار قريش يفهمون القرآن أكثر منه هذا شبه مؤكد كفار قريش يفهمون القرآن أكثر منه لأن عربيتهم سليمة فلما يسمع القرآن هو يفهم فيه سواء بلاغة وبيان وفصاحة وفيه معاني وكلمات أما أنت أقرأ القرآن اليوم على واحد عربي يقول تعالى لإيلافي قريش إيش يعني إيلافي ما فيه الصمد ما فيه الفلق ما فيه خناس عاديات ضبحة ما فيه هذه قصار السور خلي الطوال كفار قريش كانوا يفهمون القرآن أكثر منه أكثر من عامة المسلمين اليوم فلما ذهبوا يسمعون القرآن جذبهم يعني فيه حلاوة فرجعوا فجمعهم الطريق فلام بعضهم بعضا كيف أنتم تعادونه في النهار وتسبونه وتشتمونه تكفرون بما أنزل أنزل عليه ثم تذهبون في الليل لسماعي فتعاهدوا أنه ما أحد يذهب لسماعي لكن في الليلة اللي بعدا ما استطاعوا كل واحد راح من طريق ليسمعوا القرآن فجمعوا الطريق مرة أخرى وهم عائدون فتلاوموا وهكذا ثلاث مرات لأن له تأثير عليه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا القرآن أثر القرآن في نفوس الناس هذا كلام ليس كلام بشر كلام كلام الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ماذا أي شيء يؤثر في نفوس عباده ومن فوائد القصة أن الإنسان إذا تعلم حقا يجب عليه أن يبلغه الجن هؤلاء بمجرد ما سمعوا الحق فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين كباشرة يجب أن يبلغ سمع حقا يجب أن يبلغه ومن فوائد القصة أن الداعي ينذر الناس ويخوفهم عذاب الله وأن هذا كما قال عز وجل بالآيات التي سمعناها لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباده التقون فإذا الإنذار من وظيفة الداعية أن يبين للناس عذاب الرب عز وجل وماذا يمكن أن يفعل بالعصات ينذره حتى يخافوا فيكفوا عن المعصية ويقوم بالواجب الفائد الأخرى مخاطبة الداعية لقومه يا قومنا يا قومنا يعني أنتم مننا ونحن منكم هذا يعطي طريقا إلى القلوب وأن الداعية إذا كان من القوم كان أبلغ في التأثير من أن يأتي أجنبي عنهم ولذلك الجن ذهبوا منذرين الفائد الأخرى أن الحق يتشابه يعني التوراة الأصلية والقرآن الذي يسمع هذا ويسمع هذا يعرف أنه أصدر واحد قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وكذلك ورق ابن نوفر قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى هذا هو الوحي جبريل الذي نزل بالكتاب هذا هو الذي نزل بالكتاب هذا نفسه ومن فوائد التصرى أن على الداعية إلى الله أن يبين للناس الفوائد التي تترتب على إجابتهم للدعوة يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم بين ميزات الفضائل يعني لو آمنوا ماذا لهم ما هو فقط إذا كفروا لهم النار طيب إذا آمنوا ماذا لهم ويغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن فوائد هذه القصة أن العدد القليل من الناس يمكن أن يهدي الله بهم كثيرا من الخلق الآن الذين ذهبوا إلى نبي عليه الصلاة والسلام كم واحد وإذ صرفنا إليك نفرا كل النفر من ثلاث إلى تسعة ما يتعدد تسعة لكن هؤلاء طلقوا مين في الأرض وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بوفد الجن وقرأ عليهم القرآن بناء على دعوة منهم جاءهم علمهم فيه أن الدعية إذا التتهد الدعوة لرسول أن عليه أن يجيب ويدعو وكذلك فإن الجن لما قرأ عليهم سورة الرحمن كل ما قال فبأي ألاني ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد كان ردهم جميل جدا مؤمنوا الجن وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بهم علمهم أحكام قد تكون بعض الأحكام التي علمهم إياها خاصة بالجن يعني هل نساء الجن يحضن أو لا يحضن وكيف الأحكام المتعلقة في أشياء مثلا هل السفر عندهم مثل عندنا هؤلاء وأن لمسنا السماء سهل عليهم الذين يطيرون هؤلاء يقطعون مسافات كبيرة سرعة كبيرة جدا قالوا واحد شاف جني في مكة قالوا فين جاي قالوا من أفغانستان قالوا كم يأخذ الطريق قالوا ربع ساعة الله أعلم بصحة القصة أصلا جني إذا قال لك معلومة ما تدري عنه ما تعرف هو صادخ وكاذب هو مسلم هو كاف فلذلك لا يصح الاعتماد على خبر المجهول فلما يجي واحد يقول ما حكم العلاج عند الصالحين من الجن أنا أعرف جن صالح يعالج نقول كيف عرفت أنه صالح أصلا يقول هذا جن مسلم جن مسلمين كيف عرفت أنه مسلمين هل إذا جاك جني قال أنا مسلم يعني خلاص هو مسلم قد يكون منافق إذا كان الإنس يخفون علينا إذا كان الإنس يمكن يكون كافر ويخفى علينا يكون منافق ويظنه من أولياء كيف الجن فإذا ما في قضية الجن يقول والله هذا من صالحي الجن كيف عرفت من صالحي الجن هذا خبر مجهول ولذلك لا تورط في المعالج عند هؤلاء إطلاقا سد الباب يعني ممكن بعض السلاف يروي بعض القصص يقول أنه كان له بعض الناس من الجن يحضرون درسه أو أنه دعاهم مرة أو واحد منهم قال يعني كما روي عن الأعمش قال فاستضفت فأكلت ماذا تشتهي من الطعام فقال الرز فوضعت له رزا فجعلت أرى اللقم ترفع وتختفي قلت هل فيكم من هذه الأهواء التي فينا يعني أهل البدع عندكم مبتدعة مثل عندنا خوارج ومرجئة وقدرية وجهمية قال نعم كنت ما شرها قال الرافضة هذول أسوأ الناس هنا وهناك إذن الجن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أحكاما وسألوه الزاد يعني قالوا نريد طعاما فثبت في الحديث الصحيح أنه قال لهم لكم كل عهم من ذكر أسم الله عليه ينقلب في أيديكم لحما ولذلك نهين عن استجمار بالعظام ليش المسلم ما يستجمر بالعظم ما يمسح النجاسة بالعظم لأنه طعام إخواننا من الجن إذا كان عظم حيوان ذبح وذكر أسم الله عليه طيب وماذا بالنسبة لزاد لعلف دوابهم الروث يعني روث الأبقار والأغنام عندنا علف لدواب الجن ولذلك لا يستنجي المسلم لا يستجمر بالروث أيضا كما جاء في هذه الصحيح بالنهي عن الاستجمار بالعظم والروث هذه بعض الحوائد من هذه القصة العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه وصلى الله على نبينا محمد